اسئلة واجوبة. ديسمبر الفين وتسعة عشر. انت ازفت يا بتاع البيانون. وجعت دماغنا. اهلا بكم. النهاردة هنجاوب على الاسئلة اللي انتو بعتوها على القناة. نبدأ بالسؤال الاول. اول تعليق من الحر بيقول استمر. طيب ان شاء الله. ادعي لنا بس ربنا يقوينا. تاني تعليق من فضيلي واحد. بيقول منور الشاشة وهذا تعليق قبل المشاهدة. والله اتمنى ان يكون التعليق قبل المشاهدة وبعد المشاهدة زي بعض حلوين كده زيك يعني. تسلم يا فنان. الحر بعد سؤال بيقول انا اخدت الجتار عشان اتعلم الفلامينكو. ايش التمارين المفروض اسويها يوميا وبين ابدأ تعلم اساسيات الفلامينكو. الفلامينكو عشان عشان اه نفهمه يعني انا هعمل شوية حلقات عليه بحيس ان نفهم الاساسيات ده تاعته. انا مش هتخصص في الفلامينكو قوي لان ده مش تخصصي. في ناس كتيرة بتعزف الفلامينكو وتتخصص فيه في بتاعلي ممكن دول هيكون عارة في العمق. بنما انا ممكن ادخلك للمدخل الفلامينكو انت تقدر تكمل مع اه نفسك او مع الاستاذ اللي انت عاوز يعني. اه الفلامينكو باختصار هو اه نوع من انواع الجتار عزفوا الغجر في اسبانيا من حوالي قرنين قرنين ونص تقريبا. بدأوا من من اول بداياتهم في اسبانيا يعني دول كانوا نوع من المهاجرين الناس اللي بتهاجروا بس ما بيستقروش في مكان. بيفضلوا مع بعض كده يترحلوا من مكان لمكان فهم رحالة ما لهمش مكان. فاللي حصل ان الناس ديت ليها ثقافتها وليها تقاليدها وليها مجتمع مغلق جدا بالنسبة لهم. يعني بالنسبة لهم ايه الترفيه هيكون اه اه غير ان هما مسلا يستمتعوا برأس واغاني خلصة منهم هما. فابتدوا هما يستعملوا الغنى في المناسبات بتاعتهم في النواح مسلا لو كان في عندهم مناسبات حزينة في الافراح لما بيكون عندهم افراح مسلا فابتدت استايلات تظهر او انواع معينة من الموسيقى خاصة بهم هما. وبدأت كمان الموسيقى ديت ليها علاقة بالاقاليم بتاعت اسبانيا. يعني مسلا اه سيفيا. سيفيا ده اقليم من اقاليم اسبانيا لي اه مدينة اسمها سيفيا. سيفيا ديت في اسلوب طالع اسمه سبيانا. سبيانا يعني دي اللي من سيفيا. يعني زي ما نقولك احنا عندنا اسكندراني. صعيدي. نوبي. آآ انواع الاقاع وانواع المود نفسها بتاعت المعاس في نفسه الفلامينكو ليه اقاليم ساعات. وساعات بيبقى اللي هي علاقة بنوع الغنى نفسه. في الاحزان مسلا او الناس الوحدة. زي ما احنا بقولوا عندنا الموويل. هم عندهم الحاجات ديت بيسموها صولية. صولية او صولية عراس. او الحاجات اللي ليه علاقة بالوحدة والشجن والحنين والحزن. غالبا ده بيبقى حزين. اللي هي علاقة بالفرحة. اللي يعني الفرحة. فالاسلوب الفرحان دوت ليه علاقة بريجون او اقليم عندهم في اسبانيا. طلع منه الغنى الفراحي ده هو على فكرة مدينة ساحلية كمان. يعني زي ما تقول اسكندراني بتاعنا او البورسعي دي او الضمياطي. رغبالك. فدي ده ده الفلامينكو بصفة عامة هو فن شعبي. من الفنون اللي ظهرت مع الغجر. وعملولها قواعد واسس. الكلام ده ما كانش معروف قوي لحد ما بدأ العصف الجتار بالاصابع. واللي ابتكر الاسلوب ده واحد ما بيعزفش فلامينكو خالص. ده واحد اسمه اندرياس سيجوفيا. سيجوفيا دوت راجل بدأ في اوائل القارن العشرين. يعمل قوانين لعصف الجيتار ونقره بالاوطار. وسمى الاصابع. آآ بي اي ام اي. وليه حركة معينة في انك انت تعزف الاوطار معينة بالاصابع معينة. فسهل جدا تدوين الموسيقى للجيتار الكلاسيكي. ابتدت الفلامينكو كمان ينتعش مع النقطة دية. ابتدت ناس تظهر. لازال كان فن تقليدي لحد ما ظهر واحد عندنا اسمه باكو دلوسيا. آآ باكو دلوسيا دوت هو اللي قام بصورة في عالم الفلامينكو وقرب الفلامينكو للناس اللي بتعزف موسيقى سواء جاز او سواء موسيقى عادية. هنتكلم عن كل دوت بالتفصيل لما ناخد حلقة الفلامينكو. طيب اتعلم فلامينكو ازاي? فيه كورسات كتيرة موجودة. اشهر واحد عمل كورس في رأيي. آآ الكورس دوت لي مستويات متميزة. وبيتدرج مع العازف من البدايات لحد ما يوصل لمستوي متقدم. واحد اسمه خوان مارتيني. ده عازف جيتار اسباني هاجر لبريطانيا. وعمل كورسات وفيديوهات للفلامينكو. عمل اعتقد اتنين. واحد للمبتدئين. واحد للمتقدمين. وكل كورس ليه لفيلاته. فانت لو عديت تمن لفيلات آآ آآ بجينر وبعد كده هتعدي كمان تمن لفيلات ادفانسة تبقى عازف فلامينكو. هاي الكورسات ديت كمان معها اللي فيه الفيديو بتاع العصف كمان. ومع النوتها بالتاب. فاعتقد ان دوت من اقيم الكورسات اللي انا شفتها وهتخليك تعزف كل استايلات الفلامينكو اللي انت آآ تتمنها. عصف استايلات الفلامينكو بيرتبط بحاجة اسمها حفز جمل. يعني تحفظ الجملة. هي جملة موسيقية صغيرة جدا. فانت انت كل ما تحفظ صعدت كبير من الجمل على اللي انت بتلعبه دوت كل ما كنت انت عازف اقيم. فانت لو انت عزفت معه حتى مع اه اخوان مارتي وما فهمتش الروح بتاعة الفلامينكو. القيمة بتاعة الجمل اللي انت هتحفظها وهتعزفها معاه هتستعملها لما تستوعب اللي ستايلات بتاعة الفلامينكو ده. سؤال من بيقول مين حبيبك في الجيتار? هو ده سؤال اه مش صعب اجابته خالص يعني يعني عمر خرشد كلنا واحنا اطفال شفنا عمر خرشد بيعزف على الجيتار واعجبنا بيه. واعجبنا بصوت جيتاره. وابيتهالي هو دوت اللي وصل الجيتار لمعظم الشباب العربي يعني عمر خرشد هو ما نقدم الجيتار ما نعرفه بالجيتار الى الفنانين العرب والى الشباب العربي. فعمر خرشد هو كان اول واحد حببني في الجيتار والله يرحمه يعني. سؤال من مستر تايكو بيقول لازم اللعب معين او اصدي ازاي امشي في خطة لو بحب المزيكة الغربي اكتر. اه مفيش حاجة اسمها معين في الجيتار. انت الجيتار ده عبارة عن انت دخلت جنينة. الجنينة دي فيها ورد احمر وبيض واصفر واخضر. انت من الممكن تستوعب كل الحاجات دي بس يكون الاقرب لك الورد الاصفر مسلا لو الورد الاحمر. واخد بالك فهو مائدة مليانة بجميع انواع الاكل. وانت بتدوق من كل واحد شوية وبعدين بتستقر في الاخر على اه حاجة هتاكل منها اكتر من الباقين. بس ما يمنعش انك تدوق كل الباقين. وما يمنعش كمان ان كل الستايلات اللي انت هتعزفها هتدخل في بعضها. يعني ايه? يعني لو انت عزفت شوية في لامينكو شوية كلاسيك. على شوية روك على شوية متل على شوية اه هيفي. لما تيجي تلعب جهاز مسلا كل اللي انت الحاجات اللي انت عزفت منها الحاجات ديت هتخش معاك وانت بتعزف صلوهاتك او انت بتألف مزيكة او انت بتألف اغنية. كل حصلتك الموسيقية دي بتطلع في النوع اللي انت هتعزفه ده وده. وده الجمال بتاع الموسيقى. ان هي مفيش لها حدود ولا ليها بداية ونهاية. ما ينفعش تقول انا متخصص كده. وحافضل في كده على طول. هتفضل في كده اه على طول. بس لو انت نوعت وخدت حاجة تانية كمان. اللي انت اخدته قبل كده ده هيطلع معاك فداية وطلع حاجة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. فهو دي جمال وميزة الموسيقى انك انت فعلا التنوع في الانتاج ودايما فيه تجديد. سؤال من محمد خالد بيقول بدأت جيتار من شهر تقريبا وتعلمت عليه شوية اونلاين بس مش لاقي منهج معين امشي عليه. كله بيعلم كده ولما تعدي مرحلة المبتدئين بلاقي اليوتيوبرز عامل الكورسات الاساسية بفلوس فمحتار. انا قاعد في المانيل لو فيه كورسات قريبة مني وتكون كويسة يا ريت. اه تنصحني مع العلم ان الدراستي بتاخد وقت كبير جدا من يومي بحكم انها طب وكده وااسف على الاطالة وشكرا. بص يا دكتور. اه طبعا اه انا انا مقدر ان دراستك صعبة. وانك انت فعلا بتاخد وقت كتير من يومك. الموسيقى ليها دراسة برضو. يعني هي ليها دراسة. وممكن تكمل فيها بعد ما تبدأ بعد ما تخلص المرحلة الاساسية من دراستك في الطب لان اعتقد دي مهمة جدا وبتستغرق وقت كبير. فانا نصيحتي ليك استمر مع اليوتيوب في الحاجات الخفيفة انك انت تقوي تكنيكات ايدك. التكنيك بتاع الايد ده عضلات. مالوش علاقة بفاهم المزيكة او فاهم النظريات الموسيقية والكلام ده وكتابة الموسيقى وتتعمق بقى في الكلام ده. قوي ايدك في الفترة بتاع الدراستك ديت واعمل تكنيكات كتيرة واعزف مقطوعات كتير المقطوعات دي مش محتاجة يعني دراسة يعني يحتاج انك انت تشوف النوت ايه واحدة واحدة المزورة لو هتاخد منك المزورة ايوم بحاله على ما تعرف تعزفها وتتقنها ومالو ايه المشكلة? وفي الاخر هتعملها مزورة على مزورة على مزورة تعمل مقطوعة. فالفترة اللي انت بتدرس فيها ومشغول فيها حاول تقوي تكنيكات ايدك وتبقى ايدك ماشي على الجيتار وتحفظ الاماكن بتاعت النوت على الجيتار. بعد ما تخلص انصحك في المانيال اه في ناس كتيرة بتبقى اه بتدرس في كورس اسمو ترينيتي وكورس اسمو اي بي ار اي بي ار اس ام. اه الكورسين دول اه تبع اكاديميات الفنون بتاعت بريطانيا. يعني انت بتدرس الكورس في مصر وبيجي لك ناس من انجلترا يمتحنوك في النهاية. فانت هتدرس مع دول نظريات وممكن لو انت عاوز تكمل في نوع معين من الجيتار في كل حاجة. فيه المودرن وفيه الجاز. فيه كل انواع الجيتار وفيه فيه كمان. فلو انت عاوز تبدأ بقى كورس منتظم وهتعدي جريدز. جريدز يعني مستويات بقى بتاعتهم وتمتحن بعد كل جريد. مش شرط تمتحن بعد كل جريد على فكرة. انت مكنت اول امتحان تخشه جريد صغير. بس تعدي فيه. اهم حاجة انك انت تعدي جريد اللي انت هتدفع الفلوس التمتحن عشانه. فاللي بيحصل كنت بتنتظم في كورس مع حد من الناس اللي بتدي دروس ديت. وفي الاخر هو بيقدم لك في الامتحان بتاع الجريد بتاعك اللي انت قررت تدخله. وبتقول انت زاكرته اعدت نفسك للجريد ده. وبتخش الامتحان وفي الاخر بتخلص. بعد ما تخلص التمن مستويات بتاخد الدبلومة بتاعتك انك انت خلصت المستويات بتاعت عايز الجيتار اه مثلا في الستايل اللي انت بتحبه يعني. فاعتقد ده اقرب طريق واقصر طريق واقوى طريق انك انت توصل تبقى فاهم بالزبط الموسيقى. وتعزف القلة بتاعتك عن فاهم وعن دراسة اللي انت بتعمله دوي. سؤال من شوان سعدي حسن. بيقول لي رأيك بهذا العزف. جميل. سؤال من عبادي الزلاوي. بيقول انا عازف عود وجيتار كلاسيك. في العود اعزف نغمة. واغني معاها نفس النغمة بتطلع حلوة. بس في الجيتار. حس انهم يعزفوا نغمة ويغنوا نغمة تانية خالص. ازاي? علما بان التساؤل هزا سبب تأخري التعلوم للاغاني الغربية. انا عايز افصوله جيد في العود والجيتار ايضا. وهو احنا بقى بنتكلم عن الفرق ما بين الموسيقى الغربية والموسيقى الشرقية. احنا في في الموسيقى الشرقية متعودين كل حاجة ماشية مع نفس النغمة اللي بيغنيها المطرب. لدرجة حتى في التخت الشرقي مسلا اه بتلاقي العود والانون والناي بيعزفوا نفس النوتة اللي بيغنيها المطرب. ويعودوا بقى يجروا حواليها عشان يتميزوا شوية ما هو مش معقول الناي هيفضل يعزف نفسه يصفر نفس اللي بيقوله المطرب يعني طعق مش هيبان. فعشان يبان بيقعد يلعب حواليه. يقول لك اعمل معايا كده او ونس معايا. طبعا بدون قواعد ده ارتجال. بيقعد بقى العزف على حسب مهارته يلف حوالين النوتة الرئيسية. في الغرب الموضوع كان محبوك اكتر من كده. قال لك لا ما انا مش هسيب العازف يخش ومعا ممكن يكون يجيلي عازف وحش وجيلي عازف حلو ويجيلي عازف روحه حلوة ويجيلي عازف مسيطر. الراجل بيغني وراجل ده مسيطر ورا خالص عمال يعمل حاجات وتنوعت ومش عارف ايه. خلى المطرب ما بقاش هو اللي في الصورة خالص. فاختروا حاجات. اول حاجة بدأوا بها حاجة اسمها كاونتر بوينت. كاونتر بوينت ده علم من العلوم بتاعت الموسيقى ان اللحنين يمشوا مع بعض. وعملوا دي قواعد اديمة. بدأت في الكنيس في الناس اللي بتعمل الترانيم والحاجات دي. فالكاونتر بوينت دوت كتبوه له نواته كتبوه له الحن في القرون الوسطى في عصر النهضة وبعد عصر النهضة. وتأسس لي العلم بتاعه ان اجزاء تتحرك بلحنين مع بعض بحيس اللحنين دول يطلعوا حاجة حلوة في الاخر. يعني عملوا قواعد لي. القواعد دي طبعا خلقت لتكسر. عشان مفيش حاجة اسمها قواعد. فبعد كده تطور العلم ده بقى علم الهارموني. بقى العلم مش تحريك صوتين بس او لحنين بس مشين مع بعض ده تحريك. تلات اربع الحنين. انت متخيل الكورد ده عبارة عن تلات اربع نوات. كورد ورا كورد ورا كورد ورا كورد. عبارة عن اربع نوات خمس نوات بيتحركوا وخمس نوات بعدهم. ده اللحن. ماشي. فانت عندك اصوات بتتحرك على اربع مستوات. مستوى عالي ومستوى الوسط واللي تحت الوسط وبعدين مستوى البيز. كل الالحان دي ماشي مواد. بقى علم اسمه علم الهارموني. بعدين دخلنا بقى كمان في الجاز. بقى الجاز في ناس عازفين بيعزفوا جيتار. مش محتاج حتى كمان خلفية معا. لان هو بيعزف الخلفية وبيعزف اللحن في نفس الوقت. بمهارة شديدة جدا لدرجة انك انت ما بتحتاجش اقلات معا. وممكن بتاع انت تبقى فاهم ان هو على الكرد ايه او السلم ايه اللي هو بيعزفه وبعدين يتنقل الكرد تاني وسلم تاني وانت تبقى حاسس بالراجل ده بيعمليه. بس فانك انت تتعلم انك انت تسمع حاجة. واتغني فوقها. واتغني تحتها. يعني يبقى في لحنة تاني موازي. كل ده هيجي بالتدريب. مفيش حد بيتخلق كده. يعني اه لو تسمع اصوات الناس اللي بتعمل سوا يعني بتلاقي مسلا فريق اسمه ده مشهور جدا بالموضوع ده. بتلاقيهم هما التلاتة مش بيغنوا نفس النوت. واحد بيغني على ثلاثة واحد بيغني ساعتي على الخمسة وساعتي ينزل تمنة تحت. واخد بناك فا اه 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 انت ما يعني التنوع بينهم بالتلات اصوات اللي بيتحركوا دول بيعمل هارموني جميل انت مش محتاج حتى موسيقى مموك هما التلاتة يغنوا مع بعض. وتستمتع جدا بالغنى بتاعهم من غير موسيقى حتى كبان هم الهارموني بتاعهم ماشى مع بعض. فاته بتتعلم ازاي تغني ماشي موازي لللحن على حاجة تانية وتتحرك على لحن موازي كل ده بيجي بالتدريب. سؤال من كرم مياح بيقول آآ ممكن شرحك بسيط عن وشرح ممكن افضل نوعية او جودة. احنا عملنا حلقة عن سريت تدور عليها في المجموعة بتاعتنا. هتلاقيها في اساسيات الجتار. دور على مجموعة اساسيات الجتار. احنا في القناة بتاعتنا متقسمة حاجة اسمها ممكن تخش على الفيديوهات. ممكن تخش على حاجة اسمها او قوائم العرض قوائم الموسيقى. هتلاقي كل قائمة خاصة بموضوع معين. في قائمة اسمها قائمة الاساسيات. هتلاقي في فيديو مخصص عليها. يا ريت اتفرج عليه. سؤال من ما عرفش هيد الاسم غير واضح. آآ انا مش لاقي منهج اكاديمي رسمي في الروك والجاز زي اللي موجود في الار جي تي. للكلاسيك. اتعلمهم من اين حضرتك. لأ. الكلام صح. الار جي تي فيها كمان كلاسيك فيه كلاسيك الجتار. وفيه ترينيتي للكلاسيك جتار ده كرس قوي جدا. اعتقد فيه اي بي اي بي ار اس ام. ده موجود برضو للكلاسيك قوي جدا برضو. والترينيتي والأي بي ار اس ام تقريبا واحد هما الاتنين. فلو عايز تدخل في ده تدخل. وعايز تدخل في ده تدخل. وانا تعلمت في مصر من تلاتين سنة. فاكيد اي بقى موجود لسه يعني هروح فين. كمان دخل كمان في الموضوع دلوقتي فبقى عندك كرسين موجودين في مصر. ممكن تتبعها. سؤال من بيقول استاذ ممكن تكلمنا عن انواع جتارات الفلامينكو. الاختلاف ما بينها. شفت من قرطبة ويمها وغيرها. وشكرا مقدما تحية حب لك من بغداد وتحية ليك وتحية البغداد. آآ 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 انواع جتارات الفلامينكو. هي صراحة جتارات الفلامينكو آآ آآ ابسط مما نتخيل يعني بقى بس آآ ام عندهم آآ نوعين مشهورين جدا. آآ في الجتارة الفلامينكو آآ الفلامينكا نجرة. فلامينكا نجرة هتلاقيها الخشب بتاعها غامق شوية. يقال ان صوتها اغمق شوية صوتها اعمق شوية. نوع الخشب بيفرق طبعا. آآ وفيه بقى الفلامينكو اللي هو العادي اللونو برتقاني كده دوت. ده بيتعمل من خشاب بتتراوح ما بين سيبرس والسيكامور وميبل. فآ آآ روزوود كمان خشب الورد بيستعملوه في فريد بورد. فآ آآ كل ما كان الخشب ابسط كل مكان اقرب الى روح الفلامينكو والخشب الاسباني دوت يعني. ولكن هو ما نوعين. النوع اللي هتلاقيه لونه فاتح. وفيه النوع اللي هتلاقيه لونه غامق. النجرة ده صوته اغمق شوية. حتى هو هتراعي عرفها من اللون. يعني صوته اعمق واغمق شوية. والفاتح ده هتلاقيه برايتر يعني هتلاقيه الصوته ملعلى شوية اكتر. وقاطع يعني اكتر من الغامق يعني. ولكن كلهم تقريبا يعني ما بدي نفس الاحساس لو انت هتعزب باين منهم يعني كل ما كان طبعا الخشب اغلى كل ما هيكون تمن جتار الفلامينكو اغلى. فانت ممكن تلاقي جتارات في اسبانيا بتلت واربعة وخمس تلاف وعشرة وعشرين الف يورو. وفيه جتارات مصنوعة برضو في اسبانيا برضو بس عن طريق مصانع معينة. وهتلاقيه بتلتمية لخمسمية لستمية يورو مسلا. اه ما اعتقدش انك هتلاقي جتار فلامينكو باقل من تلتمية وخمسين ربعمية يورو يعني ما فيش اقل من كده يعني. اليماها نزلت موديل واحد فلامينكو وبعدين سحابته تاني. انا مش عارف سحابته تاني ليه هل لانه اه اغلى في التكلفة بتاعته اكتر من التكلفة من البيع مسلا. اكتشفوا ان الخشب غيلي مسلا او حاجة مش عارفو يجيبه بالكميات فتوقف الانتاج او انه هم لقوا مفيش مبيعات ليه مسلا معرفش وقف ليه بس انا كنت من الناس المحظوين اللي جبت واحد من اخر النسخ اللي موجودة هناك يعني وكان جتار كويس انا مبسوط منه يعني فيش اي مشكلة فيه. سؤال من مصطفى دارش بيقول اول ما ابدأ ابدأ بايه? وياريتني بتتعرفني البدايات ازاي? وشكرا جزيلا. السؤال ده يعني ناس كتيرة بتسأله ابدأ منين? ما انا عملت حلقة اسمها ابدأ منين? حتى عشان نجاوب ع السؤال دوت. وكيف تبدأ عالجتار? اما حاجة تبدأ عالجتار عضلات ايدك. عضلات ايدك دي مختلفة الحركة بتاعتها على الجتار غير حركتك اليومية انك تكتب انك تعمل تاخد حاجة بايدك تعمل العسف على الجتار ده حركة غريبة عن اليد. فلازم تتمرن عليها زي عشان تلعب كورة مسلا او تلعب عشان تتمرن على مثلا. فكل حاجة ليها التمرينات بتاعتها لتقوي العضلات الزغيرة دي بتاعت الاصابع. وكمان عشان العقل يعرف يتحكم في الاصابع دي. يدوس واحد ويرخي واحد ويعمل دوت ويدوس ده بعد ده على طول. او ده بعد ده بعد السفنة صغيرة. لازم كل التحكمات دي مخ يعرف يسطر عليها. فاول حاجة تبدأ منين ايدك تتمرن عليها. تاني حاجة تمشي مع منهج انك انت بنت عايز مش تتحرك ايدك بس كده انت لازم تفهم هتحرك هتروح فين. فهو دوت بيبقى منهج الجتار. نك تفهم المسطرة بتاعتك وتعمل تمرينات على السلالم والكوردات وتتقدم تحفظ مقطوعات وتحفظ اغاني فتبدأ تعزل جتار بعد كده. سؤال من بي تي اس ارمي جي كي معرفش الاسم. هل اسعار الجتارات في مصر هترخص شهر واحد? معرفش. ما اعتقدش طبعا هو في حاجة بترخص في مصر. ما فيش حاجة هترخص في مصر يعني. لا في حاجة البنى ادم بيرخص في مصر يعني. للاسف. سؤال من مصطفى حمدي بيقول في قناة اسمها فيها فيديوهات كويس. طيب يا سيدي كويس. اه طبعا يا جماعة اليوتيوب مليان قنوات وبالذات قنوات عملوها ناس اجانب وكده. فاللي تقدر تستفيد منه من كل حتة استفيد من اي حتة. ما فيش حد حكر عليه العلم ولا حكر عليه الفن. كل حتة تلاقي فيها حاجة تنفعك زيادة هتخد انا لسه لغاية دلوقتي بتفرج على فيديوهات وبستفيد يعني ما اه اليوتيوب دي حاجة حاجة ممتازة جدا للتعلم. فيتمنى انكم تستفيدوا منه اقصى استفادة. سؤال من توماس رضا بيقول مش عارف هتعلم من النت ايه الحل? الحل انك انت تنضم الكورس من الكورسات. اه كورس ترينيتي او كورس اي بي ار اي س ام وتبدأ معهم من البداية. هتبدأ ازاي تتحرك بايدك على الجتار بالصوابع بتاعتك والقواعد بتاعتها والتمرينات اللازمة لها. فاعتقد الموضوع بانك انت محتاج تروح لمدارس بدارس الكورسات دي. سؤال من عامر الناجم. اه ده كاتب سؤال كبير قوي. سلام عليكم يا استاذ احمد. انا اسئلت كتيرة. لكن اغلبها اسئلة الكل. الجابة عنها راح تكون فائدة للجميع. ماشي. عندك اوقات فراغ يعني ممكن اصمم لك برنامج جيتار المبايل وممكن برنامج يتطور ويصبح رقم واحد عربيا وهيكون مجاني لك الجميع. جاوبة الاسئلة وتنشر وكذا وكذا وكذا. يا ريت اعمل برنامج وشوف. ونتفرج عليه ونشوف كلنا هيفيد الناس ولا لا? ده يبقى شيء عظيم جدا مفيش اي حاجة عربية في الموضوع ده لسه ظهرت يعني وتبقى سبق ليك يعني. اتنين يريد تذكر انواع الجيتارات بالترتيب التالي لان راح تساعد الكل على الاختيار. الجيتار الكلاسيك لو كنت عندك امكانات جيدة وتريد جيتار ينفع لكل مستويات. ما راح للمسلا وازا كان عندك امكانات متوسطة كزا. يعني انت اعطي تحتاج تغيير وخذ نوع يا ماها صراحة اسبوع كنت في حرة من امري عند شراء الجيتار كنت اتمنى لو كنت اعرف هاتفك او اقدر راس لك لان الاختيارات كانت كبيرة جدا. احنا عملنا كزا حلقة عن الموضوع دوت يعني عملنا الحلقة بتاعت زي تختار جيتارك وايه الفرق بين الجيتار الكلاسيك والاكوستيك وتختار نوع الجيتار المناسب لك ازاي? وحطيت لك كمان في اخر الحلقة ديت اه اسماء الجيتارات اللي انا برشحها ليك لو انت هتبتدي من النوع لو انت عجب خلاص النوع دوت وعايز تشتري يبقى هتاخد الجيتارات واحد اتنين تلاتة اجرب دول الاول وبعد نجرب البقين لو انت عندك امكانية انك تشوف البقين فانا حطيت لك حتى الاسامي طب انا اعمل ليه اكتر من كده? فده الاجابة ع سؤال دوت. السؤال التالت بيقول مطلوب منك انك تميل شوية زيادة عن تعليم الطريقة المصلة وطريقة اللي انت استخدمها. يعني مسلا استخدم اصبع الوسط بدل الرابع للكرد كذلك. اخدام المسكة التالية الكرد بدل المسكة دي. يعني خلي المبتدي امشي صح بدل ما يبتدي خطأ. انت احد افضل اشخاص باليوتيوب والفيديو مع انه يكون احيانا طويل ان يكون ممتع ويخلص بسرعة بدون ملل. اتمنى الموفقية لك وفكر جدا موضوع برنامج الموبايل فكرة دي ممكن تكسر دنيا تحياتي امير من العراق. اهلا يا امير انا اسف اقول انت عامر بس انت امير. آآ موضوع ان انا بعلم الناس آآ يعني يتحرك بالسبعدة بدل السبعدة. على فكرة اللي مفيش حاجة في الجيتار اسمها صح وغلط. في عازف اسمه جانجو دوت آآ كان آآ بيعزف بسبوعين بس كانت ايده فيها شلل في سبعين. فعنده سبعين بس يقدر يتحرك بهم ويعزف بهم وكان بيعزف بهم وكان من اساطير الجاز. مفيش صح وغلط في الحاجات ديت. آآ في حاجة وفيه احسن حاجة الاحسن منها. احنا بندرس في الكورس منضبط جدا والكورس متفصل على انه يديك الصح. او يديك الاقرب طريقة المسلة. وانت بعد كده بتطور اسلوبك اللي انت تاخده منك ده. وانت تقدر انت بعد كده تعمل طريقة اللي انت تناسب عصفك وتناسب ايدك وتمشي بيها وتبقى كويس. فاحنا مش بنعلم وغلط على ما اظن يعني. سؤال من ستة 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 بيقول اول سؤال كيف انا اتعلم والمتال. وايش هو افضل جيتار نتعلم عليه اكوستيك ولا الكلاسيك ولا اشتري من الاول. هجاوب السؤال ده الاول وبعدين نجاوب على السؤال نمرة تلاتة بعدها. اول حاجة آآ ازاي اتعلم المتال والروك. بقي ان انا اسمع ناس كتيرة بتعزف متال وروك. واشوف النوت بتاعتهم اللي هم عزفوها. آآ واقل دي الجمل اللي هم عملوها عن طريق النوت ديت. فانا بكده بان انا باعزف نفس معاهم. وبعد كده هحط نفس الكردات واعمل انا الحصيلة بتاعتي بعد ما انا عزفت اللي هم عزفوه. اشوف انا هيطلع معايا ايه. فاعتقد هو ده اقرب وسيلة انك انت ده استايلات موجودة يعني مش 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 حاجة فيها صح وغلط. انت بتسمع بيعملوا ايه وبتعمل نفس الاسلوب فانت بتقدر تقرب من الاسلوب بتاعه. تاني حاجة لو انا هعزف هلا جيب كلاسيك او اكوستيك الاول. وبعدين هخش على الالكتريك. فيش حاجة اسمها كده خالص. الالكتريك والاكوستيك الالات مختلفة يا جماعة. دي دي اتارات اللي بتدي اصوات مختلفة. اي نعم هي بتشترك في نفس المسترة. بالاسامي بتاعتها بالبتاع. ولكن اسلوب العزف بتاها كل واحدة منهم مختلفة عن التانية خالص. الكلستيك بيتعزف بالنقر بييد ازاي؟ الاكوستيك بيتعزف بالريشة او بي نقر بييد بطريقة تانية. والالكتريك بيتعايز بطريقة تالتة خالص بالريشة وساعات بيتعايز بالايب برضو. ليه ستايلات وتكنيكات كل الى منهم لها تكنيكات. انت عايز تبدأ او عايز تكمل هتبدأ علي طول. and عايز تبدأ هتكمل ابدأ على طول. انت عايز تبدأ آآ 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 اكوستيك جتار. وهتكمل اكوستيك جتار. ابدا على طول في ديت. ما تخشش في الا تانية وتنقل منها. ليه? ما تضيعش وقتك. عايز خش الالكتريك ابدأ من اول يوم. والجتار اول جتار تشتريكن. السؤال الثالث بتاع اه امو بتقول كيف اختار مناسب? احنا في حلقة عملناها عن وفي حلقة تانية هعملها عن عن استعمال جتار اكوستيك مع مسلا. ف اللي موجودة في السوق دلوقتي بعد التقدم اللي احنا فيه العلم دوت بقى فيه اجهزة جمدة جدا وجميلة جدا وسعرها مناسب جدا لكل الناس يعني. فبتياء لي كل ما كانت احدث دلوقتي كل ما كانت احسن. فما تشتريش حاجات قديمة على اسم عازف كان زمان بيعزفها او بتاع هتلاقيها غالية جدا بدون اي مناسبة. في الوقت اللي احنا فيه دا دلوقتي بقى في حاجات صغيرة جدا وتكنولوجيا عالية بتطلع اصوات بالزبط زيها زي الاصوات القديمة ويمكن احسن. وفيها تنوعات كتيرة وتقدر تخش على الكمبيوتر تعمل بها كمان اللي انت عاوزه. في مركات كتيرة موجودة دلوقتي فيه وفي عندك كمان اه وعندك 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 فيه انواع كتيرة من بوجودة فانا ممكن اعمل حلقة تانية عن وقولك تختار المناسب ازاي? وسعره بالنسبة للفايدة اللي هتجيلك منه ايه? حاضر يا امو هعمل حلقة عن التاني كمان على الموضوع دوت. اه سؤال الرابع بيقول ايش المعدات اللي احتاج عشان اسوي.- استوديو عصف وسجل في في المنزل! شكرا جزيلا يا استاذ احمد. عشان تعمل استوديو في البيت? احنا عاملين كاذا حلقة فيه كورس الهندسة الصوتية. استوديو البيت بيتكون من ايه استوديو البيت? محتاج? ايه في استوديو في البيت? عشان. يبقى عندك استوديو في البيت.يلك في ريت تشوفوا الحلقة الموجودة عن استوديو في البيت ومكونات الستوديو وتابعوا حلقات própه�리ة الوقتي. وهتلاقي غالبا العلامة بتاعتها حمرة. الاشعار بتاعها على اليوتيوب لونها حمرة تحت الكتابة دي قصب هندسة الصوت بفرق بينها وبين الزرقة اللي انا بعملها للجيتار. سؤال من جوكر بيقول انا صار لشهر اتعلم جيتار وتعلمت الكرداد بس ماني عارف ايش هتعلم بعدها يا ريت تعطيني منهج اكمل عليه. خش عندنا على البلايلست هتلاقي منهج هتلاقي المستوى التمهيدي والاول والتاني واحنا شغالين في التالت دلوقتي. يعني ايبقى سهل جدا انك انت تمشي عليه. كمل وشد حيلك. سؤال من احمد بيومي بيقول ازاي اوزع او ان انا اعمل او توزيع لاي غنية. الموضوع ده كبير محتاج انك انت تبقى فاهم موسيقى. انفاك توزع يعني الناس كتيرة بتبعت تقول لي انا عايز بقى اشتغل موزع. انت بتفهمش الموسيقى اساسا. فلازم تعرف الاو تتعلم موسيقى. وتتعلم على الالة عشان تعرف تستعمل الالة ده في انك انت تتخيل التوزيع ده هيبقى ايه? وبعدين يبقى خيالك بقى في انك انت اللحن يجي لك تقدر تتخيل اللحنة ده هيبقى الات كتيرة تعزفه او لحنة قديم تاخده وتعمله توزيع جديد وتبدأ تتمرن بالموضوع ده وتعرف خصائص كل الة لان الموزع ده بيستعمل الات تاني الات كتيرة ممكن فيبقى عارف ان كمان جات حدودها ايه? بتعمل ايه? يعملها ازاي? البيانوهات? حدودها ايه? بتعمل ايه? صوتها شكله ايه? عشان كل ده هينفعه في الخيال بتاعه لما يتخيل التوزيع هيبقى شكله ايه? اما يتخيل التوزيع بقى شكله ايه? محتاج بقى الدراسة? هي اللي هتخلي الميكانيكية بتاعت الحاجات دي صح? فاما يجي يكتب كردات مع بعض ده هيبعارف هو في سلم ايه? بيكتب الكرد ده شكله ايه? وهيطلع طعمه ايه? ويخش منه على كرد ايه? ويقفل ازاي? ويدخل ازاي? وايه السلم المقام اللي هو شغال عليه? ما كل ده علوم موسيقية. ده كل ده نظريات. لازم افاهم نظريات شوية عشان نقدر يستعملها في التوزيع ده. مطبخ هو ده. على فكرة قناتك حلوة وفي اكل حلوة. سؤال من عبود يوسف بيقول ممكن تعمل فيديو عن كردات المقامات الشرقية. مثلا المقام الحجاز. ما هي الكردات التي تعزف معه? وشكرا من لك يا استاذنا. والله يا اخي انت ممكن انت تعمل كل الكردات الخاصة بالمقامات بتاعتك. احنا اتفقنا ان كل الحاجة حنردها للسلم الميجر. السلم الميجر. فلو انت تيجي تخرج مقام منه. فلو انت خرجت مقام منه. تقدر انت تحط كل نوتة وتحط التالتة والخمسة بتاعتها فانت تقدر تعرف كل مقاماته ايه? فانت تقدر تحط كل الكردات بتاعت اي مقام فتعرف كل مقام كرداته ايه? فما اعتقدش ده محتاج ان حد يقولها. الناس ممكن بقى تجرب وتبعت لي مسلا تقول لي ايه التجارب دي نتجاتها ايه? واحنا نقول للناس يعني. فا اه ياريت كل واحد يجرب ده مع نفسه يطلع المقام ويحاول يطلع الكردات اللي تمشي على المقام اللي هو اختاره. سؤال من احمد بيقول استاذ احمد ممكن تقول لنا ايه خطوات تعليم الجيتار او التكنيكات اللي لازم لواحد يتقنها قبل ما يلعب اي مقطوع او اغنية. لان اي اخر حاجة حاليا ايه وصلت لها وبتعلم اغاني فيها بارات عشان تخليني اقوى. اه انا خايف اكون فوت حاجة في الطريق. لا ما تخافش يا بوحمد. هو الاغاني فعلا زي ما انت قلت هيبقى اقوى حاجة فيها الكردات لو انت هتعزف اقاع مع الاغاني. وفيه ناس بتعزف صلوهات لو فيه اغنية لها صلو معين. اه ليه تكنيك معين بتاع بتتعلمه بانك انت تعزف الصلو. لو انت عزفت الصلو في ايامة دلوقتي اه مواقع نوات كتيرة وتابات موجودة خاصة بالصلوهات بتاعة اشهر الاغاني. فانت ممكن تعزف التكنيكات اللي موجودة مع العسف بتاع الصلو دوت فهتعرف انت التكنيك بتاعه. فدوت اه هيكون هيساعدك جدا في انك انت تحصلتك وايدك تمشي على الجيتار وكده. اه لو انت بقى عاوز تتعمق في الجيتار اكتر بقى بتدرس كوردات وبتدرس سلالم وتدرس اربيجيوز وتتحرك بيهم وازاي تعمل كمان ارتجال اه انك انت ترتاج المقطوعة مسلا على كوردات معينة وتكتب حاجة او تألف موسيقى دي قصة تانية خالص هو ده التقدم اللي انت بتقول عليه انك انت بحتاج تعرف بقى سلالم ونظريات موسيقية عشان تقدر تدعم بيها عصفك وقوتك في انك انت تعزف مقطوعة وكل ما تعزف مقطوعات اكتر وتحفز حاجات اكتر كل ما بقت حصلتك اكتر واكتر وبقت انت عازف احسن واقوى سؤال من حسام الدين بيقول انا بلعب جيتار من اكتر من سنتين ولعبت مع موسيقين قبل كده وفاهم آآ يعني نظريات كويس بس عندي مشكلة مش عارف احسنها هي مهارة اللعب السماعي لاني متعلم على النت يعني لازم حد يقول لي ايه الكوردات عشان اعرف العب مع الالة بتاعته فالناس بتستغرب ازاي التكنيكة عالية قوي كده ومبعرفش اللعب سماعي وفي حاجة ليه ناس بيسمعوني بلعب آآ حاجة آآ لجوني كاش مسلا بيقولوا شبه موسيقى الاطفال ياريت لو حضرتك توعي الناس عن النوع ده من الموسيقى وقدي ايه آآ هو عظيم كزا حاجة انت بتقولها يا حسام آآ موضوع انك انت مهارة انك انت تعزف سماعي يعني ايه تعزف سماعي هل مسلا آآ الفرقة واقفة ويقول لك اعزف معنا كده يا اخي ما فيش حاجة معا كده خالص ما فيش حاجة معا في الدنيا كده اعزف معنا كده ده آآ عندنا البطيخ يعني انما عادة بارة كل حاجة بيبقى متفق عليها ان هتبقى كزا ومعاك الورقة اللي فيها النوت بتاعتك وفيها كزا وانت واضح ان التكنيكات الكويسة وواضح انك انت شاطر مش عايز فاشل يعني فآآ العصف بقى السماعي اللي هو اللي انت اصدق ان يتقوى بقى حاجة اسمها يعني ايه يعني تسمع حاجات تقدر تقارنها تعرف دي مسلا تسمع مسلا النوت تقدر تقلدها بالزبط تعرف النوتة والتانية تعرف المسافات بينهم قد ايه تعرف في المسافة بينهم قد ايه علم مش هيفيد قوي يعني انا مش يعني هو علم استعراضي شوية يعني بس مهم جدا لاي موسيقى في حاجة انك انك انت لما بتاعز ما تسمع حاجة تقدر تحدد الكوردات بتاعتها نقل الكورد هنا بقى الكورد اطعمه كزا فتقدر تكتب انت قريطة للكوردات لحاجة انت هتسمعها عمرها ما هتطلع طبعا مية في المية ممكن تطلع نسبة كبيرة منها لان زي ما اتفقنا الموضوع الموسيقى اساسا الكوردات ممكن بيعملوا حاجات غريبة يشيلوا مسلا اساس الكورد وتلاقي الكورد ينفع يتسمى حاجة تانية كمان يعني باخد بالك فما فيش حاجة صح وغلط في الموضوع دوت الموضوع نسبي كله اه اللي بيحصل انك انت بقى العلم السماعي ده وتدريب الازن هيفيدك في ايه? هيفيدك انك انك انت لما تسمع عازف معين بيعزف مقطوعاته صلوهاته بتاع كده ممكن تتشرب من اللي بيسمعه من غير ما تكون الالة في ايدك من غير ما تكون بتجرب وبيعمل ايه? فانت بتسمع ده بيخش جواك وتقدر تحس بيه بعد كده ما تكون تمسك قلتك هتعمل حاجة مشابهة ليه لانك انت عارف الكلام ده جواك بيطلع ايه يعني واخد بالك هو فايدته دوت انك انت روحك تبقى موسيقية انك انك انت تبقى سامع ويدنك متمرانة موسيقية بحيس انك انك انت لما بتعزف مع حاجة تقدر تطلع عليها صلو حلو. واخد بالك انك انك انت تقدر توصل لحاجة حلوة عليها بانك بيتزود خبرتك السامعية بها. انما ما فيش حاجة اسمها في الموسيقى خالص. الناس وقفة وقولك انت ازاي يا عم انت عزف كويس او مال ما بتعزفش اللي احنا بنعمله ازاي? يا ابني ما انا ما عرفش انتو بتعملوا ايه? ما لازم انا اجرب واسمع واعرف واعود مع نفسي واعرف انتو بتعمله عشان اعمل معاكو. او تديني ورقة مكتوب فيها اللي بتعملوه ده وقت اعمل معاكو. ماشي فانت مش غلط. خليك انت زي ما انت كده وكمل مع نفسك وطور ودنك. الكورس اللي احنا عاملينه على بتاعت الار جي تي هتلاقي فيه بدأنا معهم من المستويات اللي موجودة فشوف اي الخاص بكل مستوي وامشي معاهم بالتدريج وان شاء الله توصل. سؤال من كريم طارق بيقول في الشرق فين مقامات وقصة الاجناس. اما الغربي ممكن اتعلم ايه يقرب لفهم جمل الموسيقى بالودن قبل النوتة. سؤال تاني ازاي حضر نفسي كمبتدق للعبة مع فريق موسيقي. انت اه واضح انك انت محتاج تفة من قصة ايه? الشرق فين مقامات طالع منها اجناس وطالع منها الغربي اسهل بكتير. الغربي اسهل لانا فيش غير السلم الميجر طالع منه كل حاجة في الدنيا بعد كده. فانت لو فهمت النظريات بالليفل الغربي يبقى اسهل بكتير من الشرقي لان احنا لسه ما ما بسطناش المعلومة في في الموسيقى الشرقية بحيس انها تبقى قواعد آآ بسيطة جدا للمبتدقين يفهموه. ما عملناش احنا الكلام ده لسه. وما في الغرب عملوه خلاص ومشينا عليه كمان وبينجحوا بيبقى. فانك انت تعرف النظريات الموسيقية اللي تبني عليها السلم الميجر بعد كده بعد السلم الميجر ايه السلم اللي بتطلع منه خلاص انت بتفهم كل القصة يعني. الحاجة بقى اللي انت عايز تفهمها بالودن قبل ما من نوتا يعني عايز تسمع بودنك تفهم فانت لازم تقرأ نوتا الاول عشان طرف تتمرن عشان تسمع بودنك فانت لازم تفهم الاول نوتا وتتمرن ودنك بكورس اللي موجود عندنا برضو في البلايلست بتاعت الار جي تي هتبتدي تفهم انت بتعمل ايه. طب ايه الحاجة لحضر نفسي كمبتدأ عشان نلعب مع فرقة موسيقية انك انت التكنيك بتاع ايدك تمرن ايدك كويس وتشتغل برنامج موسيقي يعني اه الاغاني المعروفة مسلا اللي موجودة حاول تعزف الاغاني دي حاول تعمل نفسك ريبرتور او برنامج للمقطوعات اللي انت بتعزفها او الاغاني اللي انت بتعزفها. كل ما انت هتعزف اغاني او مقطوعات اكتر كل ما مستوىك هتحس انو انت مش عاسس. وشوية شوية هتلاقي تقاطعت مع الفرقة ديت هما بيعملوا حاجات انت بتعملها هما بيعملوا حاجات انت ما بتعملهاش تحفظها منهم وهكذا تحفظ منهم وهكذا. انما كل حاجة عشان تبدأ تعزف مع فرق لازم انك انت تكون عندك حصيلة الاول تقدر تخش معهم بها وتوقف. فالكورداد تبقى كويسة معاك التكنيكات بتاعتك وحافظ شغل عشان تقدر تروح معهم يعني. سؤال من كرم سلم بيقول اي ازاي اقدر اشتري احسن جتار وايه الاشياء اللي لازم اتفقدها. راجع الحلقة بتاعتنا بتاعت ازاي اشتري جتار هتلاقي فيها الحاجات اللي انت تقدر تبص عليها عشان لما تشتري الجتار تشتري احسن جتار. وفي نفس الوقت حطت لك كمان الماركات اللي انا جربتها واصق فيها فاقدر تقدر تبدأ بيهم الاول وتبدأ تقارن بيهم مع الماركات التانية اللي انت حتلاقيها في المكان اللي انت بتشتري منه. سؤال من الزنبيقة. لدي بعض الاستفسارات ان امكن ان تجبني عليها ولا اريد سؤالك عن ماركت نوكس. شكرا لك يا استاذنا. بصراحة ما جربتوش قبل كده بس يعني يعني ممكن انت تدور على اليوتيوب تلاقي واحد ناس بتستعمله وتقدر تسمع انت بنفسك. افضل شي انك انت انت تسمعه نفسك. لو عجبك اللي هيطلع منه خلاص. لو ما عجبكش ما تشتريهوش. بس انا اول مرة اسمع الماركات ديت يعني. كنت قريت سؤالك عن شيء افكر بهم الفترة. اذا قمت بعصف المقامات الشرقية على الجيتار. واتقنتهم فعليا. فهل يعتبر انقاص من الجيتار كالة غربية? ام انه ليس كما اعتقد. وشكرا لك. والله يا اخي الالات الموسيقية لو انت تقدر تطلع لنا موسيقى الجيتار بطعمنا احنا ولولنا احنا. والله ده يبقى شيء جميل. يبقى انت طلعت من الجيتار بعد جديد. ما الناس ما فكرتش فيه في الغرب وبتدي وبصولك انت انك انت راجل ابتكرت حاجة جديدة. فكويس انت ده مش انتقاص من الجيتار ولا حاجة مش شرط الجيتار عشان تمسكه يعزف غربي بس. الله يرحم عمر خرشت كان مبدع في الموسيقى الشرقية بالجيتار. وكلنا اعجبنا بيها وما فيش حد ما اعجبش بيها. فيا يا ريتيب عندنا عشرين عمر خرشت كمان يعني ميتين عمر خرشت كمان. سؤال من احمد ايه ايه? انا مبتدئ وتعلمت اقرى تاب وشوية نوتة لاني كنت اعزف كمان. هاي. وعملت التمارين الصابع. وين تنصحني ابدأ كردات ولا سلالم? وشكرا لك. اتمنى تنصحني بالطريق صحيح لكان اصل لحلم واحترف بالجيتار. انا جيتاري اكوستيك يا مها. بص يا ابو حميد. اه تبدأ كردات ولا سلالم? لا. هتبدأ بالاتنين مع بعض. يعني هتبدأ بالكردات والسلالم لان الاتنين هيمرنوا ايدك وهيقووا عضلات الايد. وهيخلوك تاخد على الحركة على مستارة الجيتار. فانت هتبقى سهل جدا انك انت تحفز بعد كده مقطوعات. وتحفز اه اغاني مسلا وصلوهات بتاعت مقطوعات واغاني. بحيس ان ايدك تمشي في الجيتار ده اهم حاجة. وبعد كده هتبقى عزف جيتار ممتاز جدا. اه الطريق طبعا الصحيح انك انت هتتعلم شيء من اللي انت بتعمله. يعني الهواية حلوة وكل حاجة. ممكن الناس تبقى شاطرة في انها تعزف. بس لحاول تفهم نظريات بقى. تفهم اللي ورا الكلام ده ايه? الكرس بتاعنا بتاع هيوصلك لانك انك انت تبقى عازف كويس. وفي نفس الوقت هتفهم شوية نظريات برضو بالقايمة بتاعتنا بتاعت تفهم نظريات الموسيقى الموسيقى دي بانت على ايه? والكتابة الموسيقية دي ازاي? لو فهمت الكلام ده هتبقى موسيقي ممتاز. سؤال من عنمار عزيز. عنمار اهلا بك. ده صديق للقناة من زمان. اشكرك استاذ احمد على كل حلقاتك ووهدك ووقتها. اخصوصا اسئلة وجبة. سؤالي. منين اقدر احصل على نوتات اغاني مكتوبة? حتى اقدر اتدرب على قراءة النوتة وعسفها? اني حاولت احصل من من جوجل او بعض المواقع ولكن الاسف ام اه تكون الدقة للصورة رضيئة او تكون مواقع تتطلب فلوس او تكون معقدة جدا بالنسبة لمبتدئ مثلي. ويا ريت تعطيني طريق التدريب ونصائح حتى اتقدم بقراءة النوتة بسرعة وشكرا مرة اخرى. يا انمار الموضوع ده اه خاص به يعني الناس اللي كتبت نوة الاغاني ديت او كتبت نوة الموسيقى ديت ونزلتها تجاريا كاغنية او بتاع بيحتفظوا بحق النشر بتاع النوت ديت. يعني ما بيجوا ينشروا النوت ديت اه بيبيعوها بفلوس. حتى الغربيين هنا بيشتروها يا اما منفردة يا اما بيشتريها في كتب. فان انا افضل شيء ليك انك انت اه بعض المكتبات الدولية بتتحلك انك انت تشارك برقم كل مسلا شهر او كل مسلا فترة اشتراك. وانك انت عن طريق الاشتراك ده تتطلع على آآ نوة كتيرة. فانت ممكن النوة ديت تحتفظ منها لنفسك انك انت تتشتغل منها. ممكن تتعرف على اصدقاء كتير بيعزفوا جيتار فتبتدي تتبادل معاهم المعلومات. مفيش حل سحري للموضوع ده ومش هقدر اقول لك طبعا انك انت هتدخل ازاي عشان تجيب حاجات الناس بتبعها بفلوس وانت حتجيبها ببلاشة. هتعتبر دي سرقة لحقوقهم ومالكاية الفكرة بتاعتهم. ولكن احنا طبعا احنا مش اغنية في المنطقة العربية بتاعتنا ولا انا اغاني. ففي حاجات طبعا باتطر ابص عليها على جوجل وباتطر ابص عليها على المواقع الالكترونية بس. لقيت ان افضل وسيلة الكتب اللي بتبقى مجمعة. النوتات الاغاني دي كلها بتلاقي الموضوع ده اه افضل شيء لان هتلاقي عدد كبير جدا موجود. اه لو عايز تتمرن عن نوتة في كتاب اسمه اه. ده خاص بمقطوعات الجاز كل مقطوع حتى بتبقى صفحة. واخد بالك انت تشوف المقطوعات ده يناسب كل المستويات لان هتلاقي النوة سهل جدا انك انت تعزفها. سهل جدا انك انت تعزفها. ولانها مقطوعات مشهورة لو دورت على يوتيوب هتسمع المقطوع اللي هي مكتوبة دي صوتها ايه او قريب من صوتها ايه لان الجاز بيغيروا كتير او في في النوة يعني. دي حاجة. تاني حاجة بمعرفة المقطوعات دي كتاب الريل بوك ده بيحتفظ بالماستر بيس وده هتلاقي على فكرة ناس كتير حطها مجاني يعني الكتاب ده معرفش مين اللي كاتبه بس يعني تجميع لنوة الجيلس كلها مكتوبة زي ما الناس عزفتها. فبناس دونتها يعني مش مش محتاجة مفاش يعني. فحاول انك انت تدور فين الريل بوك ده الريل بوك دوت. وتعزف المقطوعات اللي فيه هتستمتع جدا. فيه حاجات جميلة جدا ممكن تعزفها منه يعني. سؤال من بيقول افضل برنامج للتأسيرات او البدلات في الكمبيوتر وخاصة بنظام الويندوز. فيه حاجات كتيرة من نازلة جدا اه ممكن اشهرة حاجة اسمها امبلي تيوب امبلي تيوب اه وفيه كمان شركة منزلة حاجات اه كتيرة قوي بتنزل مع المنتجات اللي هي بتبحها اه اوديو انترفيز بتاع الجيتار اللي بتوصل بيه الجيتار وتوصله بالكمبيوتر بينزل معا كمان افكتات نازلة مجانية. فيه رأيي انا في شركة منزلة اسمها بايس اف اكس. اه دي من افضل اتقانا وكمان الصوت صوت طبيعي جدا لدرجة غريبة جدا. وفي نفس الوقت كمان الكمبيوتر بيقدر على ادارتها بحيس انها ما بتستهلكش كتير من طاقة فمكتوبة كويس يعني بتاعها كويس. فمنزلة حاجة هيلة جدا اسمها اه بايس اف اكس. في منها نسخ مجانية للاندرويد والناس اللي عندها ابل ايباد مسلا هتلاقي نسخ مجانية تقدر فعلا تجرب طعم دي عاملة ازاي يعني. هي غالية شوية بس اه اعتقد دي اه يعني من افضل ما انا شفتين. سؤال من حسين المهدي اهلا يا حسين ازايك? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياته اعيب لك والجميع المتابعين سؤالي. هل عندي عندي كارت صوت خارجي ولابتوب. لكن الكواليتي مش عاجبني. احد المرات شفت فيديو في ادوب اوديشن كويس. وبيستخدم جتار في برنامج التسجيل. اه احد الجروبات لشخص صديق كان عصف اكثر من رائع الكواليتي مية في المية سألته عن طريق التسجيل قال اه يو اس بي بس تمهل برنامج ولا كارت صوت لديه ملتي افكت زوم ورابطه على الحسوب مباشرة عن طريق الكتري جيتار احصل على كواليتي وانا آسف. آآ رابطه على الحسوب عن طريق آآ يو اس بي. ازاي احصل على آآ كواليتي عالي وانا بعزف الكتري جيتار. بصي سي دي. الموضوع دوت آآ محير لناس كتير قوي. آآ ممكن انك انت فعلا يبقى عندك بتوصل الجيتار بيها والمالتي دي دلوقتي كل الحديثة بتتوصل بالكمبيوتر فبيتنقل الصوت ليه كواليتي عالي جدا على الكمبيوتر. بس في طريقة كمان تانية لو انت عندك آآ 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 اوديو انترفيس كويس. اوديو انترفيس كويس. بتقدر تتوصل بيه برنامج كويس. في برامج كتيرة جدا زي جيتار ريج فايف وحاجات كتيرة قوي. انك انت تطلع منها الصوت على الكمبيوتر وتسجل وكواليتي عالية جدا وممتاز ومفيش اي مشاكل الكمبيوترات اليومين دول سريعة. والاوديو انترفيس رخيصة. وكويسة جدا بالنسبة لسعرها جدا. يعني طلع كواليتي احسن من كواليتي السيديات اللي كان خمستاشر عشرين سنة فاته يعني. ايه هي بقى? النقطة بتاعت الصوت الكويس انك انت ازاي تهندس الصوت نفسه. ازاي تهندس الصوت نفسه. ازاي تطلع الصوت من حلو عشان تسجله بعد كده على الكمبيوتر. فانك انت ممكن تركب كل اللي في الدنيا يفجي صوت ويطلع مش حلو ما هو دي? دي هندسة صوت نفسه. ازاي تطلع صوت عن طريق دي نفسها تطلع صوت حلو والجتار بتاعك يبقى مقبول. البداية ان يكون عندك كمبيوتر معقول. بعد كده كل شيء ممكن يتيسر بازن الله يعني. فحاول تشوف النقطتين دول الاول ركز على الكمبيوتر كويس. واديو انترفيس كويس. ارشح لك او تجيب حاجة من حاجات الانتاج بتاعة اللي هي منها اوديو انترفيس وجيتار اساسا داخل عليها. هو عارفين ان الناس اللي هتستعملها هتستعملها للجيتارات يعني. وتدخل منها على الكمبيوتر هي بتشتعل كاديو انترفيس. سؤال من عمارة بيقول امتى هتبتدي سلسلة زي ما قلت لنا. ان شاء الله حضر يا. مش هسلسلة ولا اوي ولا حاجة هتبقى حلقة او حلقتين توضح لك ايه هو الروكو المتل ازاي تتطلع معلومات منه وحاجب لك اللي كنت تقدر تعزف التكنيكات بتاعتهم وازاي تعمل اه كزا تكنيك معين كده في الموضوع ده وتولع ممكن يسهلك حاجات كتيرة. والموضوع بسيط ان شاء الله هيبقى قريب جدا. سؤال من بيقول يعني ايه كردات ساس فور. ساس فور يعني معلقة ساس فور. ساس جاية من ساسبندد يعني معلقة. معلقة ساس فور. لو تخيلت الكورد الميجر دو مي سول دو مي سول دو ماجير دو مي سول تلتة نوعات عادية جدا. بدل المي هتطفى واللي هي الرابعة يعني المي هي التالتة بتاع تسلم دو ماجير والفا هي الرابعة اللي بعدها على طول. فانا بدل ما احط تالتة حط رابعة هيبقى دو فا سول. هتلاقي الكورد ده حاسس انه متعلق. محتاج ينزل على تانية اما على المي. يعني الفا دي هتبقى عايزة تنزل على المي. فلازم الكورد اللي بعده يتلاعب يبقى دو مي سول. فانت هتعمل دو ساس فور وبعدية دو عادي دو الميجر. فدوت هيحسسك بطعم ده. فبدل التالتة بتحط الرابعة. فده بيخلي الكورد بسموه معلق. معلق يعني عايز ينزل. عايز ينزل هينزل من رابعة ينزل على التالتة. فالكورد الميجر سي ميجر مسلا. دي ميجر. التالتة بتاعت هستبدلها بالربعة يبقى ده بتاعك. سؤال من بيقول انا عارف كل الكوردات الماينر والميجر والساس فور والاوجمنتد بس عندي مشكلة. ازاي اوظفهم في الميلودي? ازاي اطور الموضوع دوت? ده سؤال جويس. لان انت عرفت كل السلالم وعرفت كل الكوردات. طب يعني ايه? عمل بيهم ايه بقى? اه. دخلنا بقى في حاجة اسمها او يعني ان انا اطور الكلام ده يدخل الكورد ده بعد ده بعد ده بعد ده. اه ليه يبقى ده بعد ده وده قبل ده وده تبدأ بيه ده تنتهي بيه. ايه القصة بتاعته دي? دي جاية في علم اسمه علم الهارموني. علم الهارموني انا بذاكر المقام اللي انا ماشي عليه واتحرك بالكوردات بناء على المقام دوت. عن طريق حاجة اسمها اللي هو تركيبة كوردات. في ناس كتير جربت تركيبات كوردات موجودة كتير. موجودة يعني في في عرف الموسيقى. مشهورين جدا. فاحنا هنقول مجموعة منهم قريب. وبحيس انك انت تبدأ تعرف الناس دي كتبت ايه وتبتدي تكتب زيها وتكتب عليها كمان زيادة وتعمل انت بنتخصة بيه. بس ده لازم له انك انت تبدأ معانا في كورس الهارموني بتاعنا. خش عالبلاي لست بتاعت الهارموني قبتدي اعرف احنا بنقول فيه ايه? وان شاء الله توصل معنا. سؤال من بي تي اس ارمي بيقول حسة بتقول حسة ان صعب. ممكن الحضرتها يتتكلم عنه اكتر وازاي نتعلمه. يا جماعة كلمة يعني تعزف يعني ده ماشي ايدك كده عالجتار يعني تعزف عصف الجتار. مفيش حاجة اسمها اسلوب انا ما ما سمعت عيش دي قبل كده يعني اه هو الاسلوب بقص ده يمكن اللي هو زي تحرك صوابع يعني سبعة اتنين تلاتة اربعة. زي تحركهم. زي تعمل راس جياد ومسلا زي بتوع الفلامينكو. كل التكنيكات دي تكنيك تكنيك ممكن نتعلمه. وموجود معنا في الاساسيات بتاعتنا الحاجات الاساسية اللي ممكن نتعلم فيها فاعتبعي القايمة بتاعتنا بتاعت الاساسيات هتلاقي فيها التكنيكات دي تكنيك تكنيك. بس انت بتقولي انك مبتدأة. آآ طالما مبتدأة بالراحة على نفسك. مفيش حد بيمسك الجيتار يا جماعة الناس فاكرة انها بتمسك الجيتار وفي شهر بيقدر يعزف. لا خالص ده في شهر ده انت تبقى معجزة. لو انت عزفت. فاخد بالك. من ست شهور لسانة علم الجيتار يبتدي ايدك تطلع منه صوت. كويس. فاخد بالك فاستمروا مع التكنيكات. وكل تكنيك استمر في براحتك. لغاية ما تلاقي ايدك خدت عليه. ويدك اتحسنت. طب ازاي بقى استمر وزاي يعمل التدريبات اليومية. في حلقة احنا عملناها عن التدريبات اليومية. دور عليها. وشوف انت لازم تتدرب كل يوم تعمل ايه? عشان ايدك تمشي مع الجيتار يمين وشمال. وتقدر تعزف اللي انت عاوزه بعد كده وتبقى كل التكنيكات سهلة عليك. الفرق بيني وبينك انا انا فيه تكنيكات صعبة علي لسه. يعني فيه بتعلم لسه. افضل طول عمري هتعلم. الفرق بيني وبينك انك انت بتلاقي التكنيك صعب ما متاش عارف تعمله بتيقس وتقول ايه ده? ده انا الجيتار صعب علي. ده انا الجيتار صعب ده انا مش هوصل. انا? لا انا مش عارف لانا اجربت قبل كده كل التكنيكات اللي كانت صعبة. وكانت في الاول بتقول لي كده برضو. بس انا عرفت ان انا بالتمرين عليها هعملها ههوصل في الاخر. فانا متطمن. اي تكنيك هلاقيه صعب علي. لو انا دورت عليه وهعمله ببطء. همشي عليه شهر. اتنين. تلاتة. لازم هيجي معايا في الاخر. لازم التمرين ده بازن الله هيجي معايا في الاخر. فانا متطمن غيرك انت. انت بتبقى ملتاع فاكر انك انت لعيب منك. مش هتقدر تكمل في الجيتار. انا ما بفكرش كده لان انا جربته نفع قبل كده. فانت مع مع المحاولة هتكبر ثقتك بنفسك وهتعرف ان ما فيش حاجة اسمها تكنيك صعب وتكنيك سهل. كل حاجة في الدنيا بالبطء والمحاولات والاستمرار تيجي بازن الله. ناشي. سؤال من حكيم حكيم. ممكن كردات وماينر وشكرا. طيب. اه هقول لك طريقة سهلة تطلع بها الكردات بتاعة والبنتاتونيك الماينر. والبنتاتونيك الماينر جايين من سلم صح? سلم عليه الكردات عليه السلمين دول واحد خمسة شلت من سبعة اتنين. والتاني خمسة بس خمسة تانين اتديت من ناحية وخلصت في ناحية تانية. وخلاص. صح كده? كل نقطة من دول اعمل بتاعها. اللي هو اولى تالتة خمسة. اولى تالتة خمسة. اولى تالتة خمسة لكل نقطة منهم. وشوف اي نقطة منهم ما تفضل معاك في السلم بتاعك. واي نقطة تبقى بره. نقطة اللي بره شيلها. حط حاجة مكانها او سبعة فاضية. وكده تعرف الكردات بتاعة السلم الماينر بنتاتونيك ايه. والماينر بنتاتونيك ايه. يلا جرب كده وريني نتيجة. سؤال من سيمو الجباك بيقول السلام عليكم ورحمة الله تحيالك سيد احمد. انا متابع من المغرب. نريد منك ان تنزل لنا فيديوهات عن ما هي افضل وسيلة لعصف صلوات الاغاني. وهل العصف مع الاغنية وهي مشغالة امامي يكون له نتيجة جدا شكرا يا استاذ العزيز. اهلا يا اخي الحبيب واهلا باهل المغرب العزاز علي. اه الفينجر ستايل انزل فيديوهات على الفينجر ستايل. هو مش محتاج فيديوهات اساسا على الفينجر ستايل. انت معروف انت بتعزف ايه بالفينجر ستايل. انت محتاج تبات. انت محتاج تجيب تاب. وتمشي انت بصبر عليه. على الفينجر ستايل فتقدر تعرف النوتة اللي انت بتعزفها دي بتعمها ايه وتعمل ايه بالفينجر ستايل بتاعك ده. فا اه افضل وسيلة لعصف صلوات الاغاني انك انت تسمع الصولو كويس ويعجبك. وبعدين تجيب التاب بتاعته اللي بتقول لك اسهل حركة على مسترة الجيتار توصلك للنتيجة اللي انت عاوزها دي ايه. وتعزف معها ببطء لغاية ما هتعزف الصولو اول مرة صح بعد كده الصولو يطلع معك. اما بقى العصف ان في موسيقى اغنية يا شغالة قدما كنت تعزف معها طبعا هيفيدك. لانك انت ممكن تعمل معها وممكن تعمل جمل تانية ممكن تمشي جمل جنبها. اي حاجة في الدنيا تعزف معها هتبقى مفيدة ليك. رقوف فرج بيقول تحياتي يا استاذي ممكن تشرح لنا كل شهر اغنية وطريقة تعزفها وشكرا. انا ممكن اعمل بس انا عندي مشكلة. اه لو عزفت لك اغاني غربي محدش يعرفها. محدش هنبسط منها. ولو عزفت لك اغاني شارقي بيجو بقى اخواتنا بتوع الشركات الانتاج والمطربين نفسهم وبتوع دول يجو يعملوا علينا احنا حزر الفيديوهات بتاعتنا عشان فانا مش مش عارف اعمل ايه. طب انت هتقول لي اعمل انا ايه بقى? اجي اعمل اغنية لعمر دياب ولا مسلا اه حمزة نامرة. يجي بعد كده اليوتيوب يخبرني ان فيه بلاغ علي ان فيه فانا مش عارف اعمل ايه بصراحة. حتوقفني يعني اليوتيوب حتوقف لي الفيديوهات بتاعتي اللي انا عملت اغاني للناس دي. فانا مش عارف هم بيعملوا كده دي اول حاجة. انا بعمل فيديوهات تعليم للناس اللي تعزف الحاجة بتاعتهم عشان يبقوا هم يعني معروفين اكتر يعني. لسه هم دماغهم مش فاهمة النظرية دي. فمش عارف اعمل ايه. فقل لي انت لو لقيت طريقة قل لي عليها. سعود عبدالسلام بيقول هل ينفع الاغنية الوحدة ان تغير من لاخر بمعنى اخر لو عندي مقطوعة موسيقية معزوفة على السلم. هل ينفع تتغير في نصها الى سكيل اخر ولا لا? او لازم مطر بيغني بيغني من نفس السلم المعزوفة اللي فيها اللحنة ولا لا? وشكرا. بص يا سعود. اه طبعا احنا بماشيين السلم ده هو المقام. اخي بالك. فهل الاغنية الواحدة تبقى من سلم واحد? بس? لا طبعا. بالعكس. انت لما تعمل تنوعات لسلالم في وص الاغنية بتكسر الرتابة والملل بتاع الاغنية نفسها وده افضل للناس اللي بتسمع. فتسمع حاجة شيقة. انها سمعت حاجة لقيت فيها تغيير في السلم. تغيير في الاقاع. في تغيير حصل كسر رتابة. في نظر يعني. على فكرة فيش صح وغلط. ممكن الاغنية تمشي من اولا الاخيرة في نفس السلم وتطلع حلوة برضو. فيش اي مشكلة يعني. فيش صحة وغلط في الموضوع ده. ولكن في ناس بتفضل بتكسر الملت ده بانها تدخل سلم وترجع تاني. الشطارة بقى. ان الراجل اللي قاعد ده ما يحسش انك انت قلبت الدنيا. يعني انت خرجت بصعوبة ودخلت في حتة تانية بقى وسط الدنيا والرجل فصل منك. فأما حاجة تعملها ازاي بنعومة وتخرج تروح حتة جميلة وترجع تاني لحتة اجمل في السلم بتاعك دي الشطارة بقى ودي شطارة العازف وعمر ما بتبقى فيه مقطوعة موسيقية مشهورة بتبقى من سلم واحد بتبقى غالبا من كسا سلم من جوه بس الفنان بيتنقل بها بسلاسة شديدة جدا ازاي تدخل من سلم تطلع التاني ودي الشطارة بقى. قال المطرب بيغني على نفس السكيل طبعا بالنفس بيغني من نفس السلم المعزوفة ما بيطلعش برة الا لو السلم بتاعها طالع برة. فبيطلع يغني من السلم الجديد ويرجع تاني على السلم الاساسي. القاعدة بس الرئيسية انك انت بتغني من نفس السلم البداية والنهاية. بعد كده من جوه بتمشي على حسب الموزع وحسب اللحن مش ازاي يعني. سؤال من علي بن موسى ما هي افضل طريقة لعزل الصوت الغرفة لتسجيل بس? والله يا ابني اه موضوع تسجيل عزل الغرفة ده طبعا الافضل انك انت تسجل في قوضة ميتة ما فيهاش ارتدات صوت من وراك ومن قدامك. اه ولكن في حلول كتير ان انا ممكن اعمل صوت نوعا ما مفوهوش اه ارتدادات وبدأوا يقتروا كمان حاجة اسمها بوث. عبارة عن اه فراغ كده بيتباع. تحط وتحط الميكروفون قدامه فانت بتتكلم فيه مفيش صوت بيرتد من الجناب ومن ورا. الصوت بيجي بس من قدام. فده بيبقى حل سريع يعني. اعرف ناس سجلت في البيت كان بتفتح الدولاب بتاع الهدوم. وفيه الهدوم موجودة جواه. وتسجل تحط الميكروفون ظهره للهدوم وتسجل فمفيش حاجة بترتد من الهدوم اللي بتبقى تمتص اغلب الصوت. فتبقى بيقى للتسجيل. فيه ناس كان بتحط اه لحاف مثلا حوالين المايك وتغني جامبه. وفيه ناس بتعلق حاجة اسمها ساوند بلانكت ساوند بلانكت يعني بطنيت صوت ورا المايكروفون فمفيش حاجة بترتد من ورا الصوت او من الجناب ودي ارخص الحلول. انك انت تحوط المايكروفون بالساوند بلانكت ديت وانت توقف تغني فمش هيحصل ان الصوت هرتد. اهم حاجة الصوت بيرتد من ورا المايكروفون وساعات يرتد من وراك انت. فانت ممكن تحط كمان بلانكت وراك انت على الحيطة تمتص برضو الصوت. فيه ناس بتحط ده اه يعني دائم انها بتحط العوازل الصوت دي لزقة في الحيطة فما بترتدش الاصوات من الاجناب ومن الضهر بتاع المطرج ومن ضهر المايكروفون. فيه ناس بتعمل كده بس انت هتماما هتعزل القوضة وهتبوز شكلها يعني انا مش بحب شكل اللوضة اللي بيبقى فيها المربعات الصوتية ديت العازلة. فشوف الحل بتاع الساوند بلانكت او البطانية بتاعت الصوت ديت. شوف الحل ده ممكن يكون اسهل وارخص. واسرع انك انت بتفكها وتشايلها وخلاص وبتمشي يعني. وطبعا نحل الاسهل منه اللي هو البوث او اللي هو النصف استوانة ديت اللي بتتحطى حوالين ماكروفون بتدي نتائج مقبولة قويا. سؤال من عادل الشريف بيقول صباح الخير يا استاذ قالت نفسينا لشيطة سكيلات الجهاز والبلوز اكتر لان مصادرهم قليلة على الانترنت. حاضر انا لسه ما بدأتش في الحاجات ديت يعني اه ممكن نبدأ الاول في الميتل والروق وبعد كده نخش على الجهاز والبلوز او ممكن نبدأ بالبلوز لان البلوز دي كان بدأت معها كل حاجة من دول. فبالتالي ممكن نبدأ البلوز الاول ونشوف كزا سكيل كده بينفعه معها. وهي بقى ديك حصيلة يعني تبدأ انت تعمل تجاربك الشخصية وفيش حاجة فيها صحة وغلط. هي فيها بس حاجات الناس بدأت بها وانت تقدر تاخدها وتقدر تكمل عليه يعني. سؤال من باهر عادل بيقول وحشتين يا استاذ احمد بالنجاح النجاح ان شاء الله شكرا يا باهر. كنت عايز اسألك انت عايش في بلد ايه برا مصر? وليه ما تعملش بعض الحفلات انت والبند بتاعك لبعض الجاليات العربية في البلد اللي انت عايش فيها دلوقتي. وانا عايش في بريطانيا. ومعرفش هبقى عايش فين بكرة. لسه معرفش. اه ما تعملش ايه حفلات انت والبند بتاعك لبعض الجاليات العربية. الجاليات العربية هنا يعني بنعمل حفلات كتير طبعا. واهم الحفلات اللي بنعملها بتبقى حفلات لدعم القضية الفلسطينية. مش شرط الجاليات العربية. الناس في برة في العالم بيسمعوا اي انواع موسيقى يعني ففيه انواع كتيرة من الموسيقى ناس بتسمعها في كل العالم. فانا يعني ما بقصرش حفلياتي على الجل العربية بس. بل بالعكس الحفلات في لكل اه الناس يعني بتحضر من من كل الازواق. وطبعا لازم اهم حاجة تكون الموسيقى بتاعتك متقنة. وتكون اه انك عارف انك تعمل الموضوع ازاي بحيس تبرز اجمل ما فيه يعني. فلا ما اعمل اتطمن يعني. واتمنى ان الواحد يكون يعني فعلا اه في ناس موسيقيين تتجمع برة وتعمل افكار جديدة وحلوة. تبرز جمال اه عالمنا العربي وتطلع موسيقتنا وتطورها. وتعمل حاجة الناس كلها تتفرج عليها في العالم كله يعني. شكرا يا باهر. سؤال من وسام صالحة بيقول باي جيل بدت تلعب جيتار. انا بدأت اعلعب جيتار كان سني واحد وعشرين سنة بقى اول ما بدأت. وبدأت مسلا في اوائل التسعينات. حابب اتعلم عصف كمان قالة بجانب الجيتار. بيانو او جيتار. بايش تنصحني. بصراحة البيانو. لان البيانو قالة اه متكملة. لو هتعزف قالة تانية جنب الجيتار يبقى البيانو لان البيانو فول هارموني. بيتستعمل ايديك ويخليك تفهم حاجات كتير عن الموسيقى. هتكمل الجيتار في حاجات كتير قوي. لو عزفت جيتار غالبا بتقدر تعزف بيز. لان البيز جيتار هو عبارة عن جيتار بس بتطبل بيه يعني. يعني هو في رأي كده. فالسلالم بتاعة الجيتار هتنفعك جدا في البيز. والتكنيكات العصف بتاعة البيز ان شاء الله ما تكونش صعبة فهتقدر تعزف جيتار. فانت كده بعصف الجيتار تقدر تعزف معاه آلة تانية. اللي هي البيز دي طبيعيا. العصف الآلة اللي هي البيانو ده هيبقى آلة جميلة جدا لو قدرت تعزف بيانو مع الجيتار. السؤال التالت بيقول انا بعزف لحالي بالدار وما عنديش اصدقاء معارف موسيقين وحابب اني ابدأ اعمل موسيقى مع ناس. ايش تنصحني? انصحك انك انت آآ تعمل اعلان. تعمل اعلان الموسيقيين اللي حواليك ايه? وتبدأ تتقبل معاهم. آآ المعاهد الموسيقية لما بترحت للمعهد الموسيقي مسلا اللي بيعلم آلات معينة لو لقيت ناس عازفين حاولت تتصاحب على ناس منهم. طبعا انا متوقعش انك انت كل واحد هتمشي معاه. تبقى مبسوط منه كبن ادم واخد بالك فمش هتقدر مش هتتواصل مع ناس كتير. ما تقدرش تتواصل مع ناس كتير او تتطفق مع ناس كتير في الاراء. فانت حتلاقي ناس آآ لو رحت المعاهد الموسيقية هتلاقي آآ ناس كتير تقدر تختار منهم اللي تقدر تعمل معاه بيسموه جامن. جامن يعني ايه? يعني انك انت بتقعد معاه وتعزف انتو الاتنين. ده يعزف شوية او تاني انت تعمل له خلفية. ده يعزف شوية انت تعمل له خلفية. فحاول تروح المنتديات بتاعة الموسيقيين او المعاهد الموسيقية هتلاقي فيهم ناس كتير تقدر انت تبدأ معهم وتطوروا نفسكم كلكم مع بعض. رابع حاجة ممكن نصائح للتلحين. نصائح للتلحين اما حاجة انك انت تعرف شوية هارموني. ولو عرفت شوية هارموني وعزفت شوية. من الممكن انك انت يبقى عندك آآ آآ يعني خلفية موسيقية تبدأ بيها. طيب. لو انا عملت ارتجالات. يعني اما حاجة انك انت على الخلفية الموسيقية تحاول ترتاجل كتير. لو انت عملت ارتجالات كتير ممكن تسمع جمل او تقلق جمل حد عملها. ولو انت عزفت حاجات فيها ارتجال لنفسك ممكن تطلع منها جمل تقدر تسبتها. وفي نفس الوقت التلحين ده اولا واخيرا ده مقهبة من ربنا. يعني مش كل الناس تقدر تلحن. مش ممكن كل الناس بجي لها الهامات بجمل موسيقية حلوة. يعني واخد بالك. والملحنين يختلفوا في قوتهم كمان. يعني ممكن واحد يجي له جملة جملتين في عمره كله. وممكن واحد يجي له كل اغنية جملة زي الله يرحمه بليغ حمدي. كان كل اغنية فيها جمل موسيقية ما بتخترش على بال اي موسيقى تاني. بسيطة جدا وببساطة جدا كانت عبقرية جدا. وما فيش عنده لحن زي التاني. موهبة ربنا بقى دي. اهبالك. ولكن احنا ممكن نكتشف لو كان عندك الموهبة دي ولا لا بانك انت تهزف موسيقى وترتجل على موسيقى وتشوف نفسك تقدر تطلع انت موسيقى ولا لا. سؤال من ربنا موجود كله للخير ومسيرة هتنتهي. ده اسم جميل قويا. بيقول ايه الفرق بين والفالف امب. وزي اعرف الفرق بينهم ومميزات وعيوب كل منهم. والفالف امب هما الاتنين حاجة واحدة. يعني بص يا سيدي. الزمان ايام ما كان الاجهزة الكهربائية بتشتغل بحاجة اسمها الصمامات السنائية. بتبع برا عن اللمبة دي. فاكر الناس اللي هتبقى زمان شاف التلفزيونات زمان انا شفتها لاني عجوز. التلفزيون كان تفتح التلفزيون تليه مليان لومض. كان حتى شكله مسير جدا انك تفتح التلفزيون. وتلاقي العدد ده كله من اللومض بيشتغل مع بعضه. وكان التلفزيون ما بتفتحش على طول. يعني مش تدوس الزرار يتفتح التلفزيون. لا. ده كان بياخد له بتاع دقيقة. عالم اللومض دي كلها تسخن. وتنور وتعمل التواصلات اللي هي مش الترانزيستور اسف. تعمل التواصلات الكهربائية بالصمامات السنائية دي على الدائرة دي وتطلع السورة على الشاشة. كانت حشان تعمل دايرة كهربائية وتعمل فيها مكسفات وحاجات كده. انك انتك كنتك بتستعمل السمامات السنائية اللي هي كانت بتTeحط مع بعض blushها عشان تطلع الدائرة الكهربائية بتاعت التكبير دائرة تكبير دي. فالصوت بتاعها كان ليه صوت طعمه معين. ااااااام. بعد فترة الناس ابتدت تكتشف انك انت لو حملت الصمامات ديت بحامل اكتر من الطاقة اللي هي مفروط تدخل لها الصمامات دي بتغير الصوت وطلع صوت او الصوت اللي هو الممتد بتاعنا بتاع زمان الصوت بتاع الصلوات بتاع تقواننا بتاع البلوز والجاز والروك والحاجات ديت من الستينات والسبعينات فطلعت خلاص الامبليفارات كلها بتاعها انك انت ازاي تتحمل تيوب ديت اكتر فالصمامات ديت الصمامة هي تيوب يعني فطلع الصوت دوت الصوت المميز دوت في عصر الترانزيستور لما طلع عصر الترانزيستور قالك بدل اللومات دي احنا استعمل الترانزيستورات اللي هي من السيليكون ديت وبتدت تطلع عن نفس النتيجة وبتاعها بعد التالت اللي بتدت اللي هي والحاجات دي تطلع بقت عندك بروسيسورات زي بروسيسور الكمبيوتر كده دوائر مطبوعة وملحومة على البوردة فما بقاش فيه اللومات دي الناس بتاع تلومات بترجع تقول اللومات دي كان صوتها حلوة يا جماعة وطلعت صوت اسموه ده جيمي هندريكس والناس دي طلعت صوت السريخ بتاع الجيتارات بتطوهم حلو وتمام التمام وكل حاجة ماشي عظيم جدا الاجهزة الحديثة اللي طالعة بالدوائر المتكاملة وطالعة بالترانزيستورات بتعمل نفس الصوت وما تحاولش تقنعني ان الصوت القديم فتخنق الاتنين لغاية دلوقتي صوت بتاع التيوب حلو وده يقولك لأ صوت ترانزيستورات حلو وانا انا احمد عدنان مش عارف مش لاقي الفرق بين الاتنين ايه بالزبط فمش هجيب بقى لسه امبليفير فيه لومد بتاعت الصمامات الصينية دي وكل سنتين تلاتة واحدة منهم تطير اضطر اغيرها واجيب واحدة تانية واحدة ادور بقى هتتبعها فيه لان دي مش دي حاجات اسرية يعني بتتبع عند حاجات خاصة بتطلعوا امبات جديدة صغيرة شفتها ما بي اسمها تيوب امب او فالف امب اه بتطلع صوت قوي جدا وعالي وكل حاجة وفيه عمل وميكس بين الاتنين بين التيوب وبين الدوائر المتكاملة وطلعوا امبليفيرات فيها انا شايف الكلام ده كله كلام اه يعني تضيع وقت وتضيع فلوس شوف الامبات الجديدة اللي طلع من كلها طلع مش تيوب ولا حاجة خالص طلعت كلها بالدوائر المتكاملة والترانزستورات طلع اصوات جميلة جدا طلع منها عاملة جميلة جدا رولاند عاملة امبات جميلة جدا مارشال عاملة امبات جميلة جدا مش شرط يبقى عندك او عشان تطلع صوت الجتار بتاع زمان اللي احنا بنسمعه ده سؤال اخر سؤال هجاوب عليه من بدر الحربي بيقول سلام عليكم انا من السعودية وعندنا اسعار الكتري جتار غالي بشكل غير طبيعي خبرنا عن الاسعار بصراحة اه في منطقتنا العربية بيستعملوا موضوع اه ان الناس مش عارفة توصل للمعلومة ازاي بطلاقة شديدة وممكن تلاقي السعر بتاع آلة معينة مضروب في الضعف وممكن تلاقيه يا سعر مناسب فالافضل طريقة انك انت تدور على السعر وطلع افضل سعر ليك هكتب لك في التعليق اه الشركة او شركتين في اوروبا اه دول السعر بتاعهم في العالم واحدة منهم في انجلترا واحدة منهم في المانيا فهتلاقي السعر بتاعهم دوت هو السعر العالمي محطوط عليه واحد في المية خمسة في المية ضريبة هنا زيادة وهنا نقصة بس هتلاقي غالبا السعر هو دوت السعر العلامي دلوقتي وبقى هو شطار جدا في موضوع الضرائب ده ما بيخليش المستخدم يحس بفرق كبير في السعر عن المنتج من بلد لبلد فلو انت قارنت بين السعر في الدولتين دول وترجمته للعملة بتاعتك هتعرف الحاجات اللي موجودة عندك في المحلات مغالة في سمنها ولا هي تمنها كده عادل فعلا وممكن تعيسات لها ارخص كمان في المنطقة العربية اللي ماندين فيها حتة مفيهاش ضرايب فمن الممكن يكون سعر الالة ارخص فيا آآ هيتحلك فرصة انك انت بتعرف السوق العالمي ايه الاسعار فيه دي كانت آآ حلقة الاسئلة والاجوابة بتاعتنا كل سنة انتوا طيبين السنة اللي فاتتها هي مشت سنة الفين وتسعتاشر وان شاء الله تكون الفين وعشرين سنة سعيدة على الجميع واشوفكم الحلقة الجاية موسيقى